وكنت بسا هراك قبل الفاصل عن قانون تفضيل المنتج المحلي هناك قانون لكن هل هو مفاعل وهل هو مطلوب بالفعل يعني هل ده مش نوع من الحماية الذي يمكن أن يضر ولا يفيد أكثر لا هو يعني هو مش موضوع حماية لأنه هو موضوع أنك أنت كحكومة أنت بتستورد منتجات موجودة محليا فأنت الراجل اللي بيستورد من الخارج دوا بيستورد سلعة مدعومة من حكومة المنتج وبالتالي هو في عدم تكافؤ فرص فأنت بتعمل توازن هنا بتعمل توازن وده بين حقك ومش مخالف لأي شيء لأنه لما تفيد تجارة ولا لا لأنه أنت مالك أنت اللي بتشتري فأنت تقدر تشتري اللي أنت عاوزه بالسعر اللي أنت عاوزه وما حدش هيكبرك أنك تشتري الأرخص أنت ممكن تشتري بسعر أغلى لو أنت أردت أنك تشتري بسعر أغلى لأن ده أنت الحكومة فده لا يفرض على اقطاع الخاص أو على المستهلك العادي مش اللي ترح تشري في الشارع ده برحتك لكن الحكومة مفاعلة ده فعلا؟ لا يعني بتفضل المنتج المخلي؟ لا يعني مش مفاعل الحقيقة كما يجب يعني وبالتالي يعني بنلاقي منافسة غير عادلة من بضائع ومنتجات وردة من الخارج فالحكومة بتعمل اللي بيعمله المواطن وهي بتعيبه عليه أنه بيفضل الأرخص والأسرع الحكومة ما عملتش لأنه فيه قانون القانون يعني الحكومة بتقول القانون مفروض يلزم يلزم يشتري المنتج المحلي بس هو بقى الجهة بتجد أكثر من طريقة إنها تلف حولين القانون وده إحنا محترفين في الموضوع ده طبعا ده خبرة عبيقة وبالتالي يعني تنفيذ هذا القانون حيؤدي إلى أن تعاشى للصناعة المصرية ممتازة ده من قبل أن تشتري الحكومة المنتج المحلي السؤال هنا عن المصارع المتعثرة ونسمع كثيرا عن المصارع المتعثرة وتصريحات كثيرة من وزير الصناعة وكلام عن التعثر وأسباب وهل لذلنا حتى الآن نعاني من هذه الظاهرة لماذا لا تعالجها الحكومة حتى الآن يعني هو أسباب التعثر يمكن ثلاثة أربع أسباب منهم سوق إدارة منهم تعثر مالي ومنهم تعثر ذتيجيا عدم تطوير المنتج أو عدم تطوير المصنع وهكذا فإحنا المفروض عندنا أه مصانع تعصرت بس الرجل اللي بيتعصر ده نتيجة مثلا للبيروقراطية جو من الناس وعملوا وده برضو نشهد لسات الفريق كامل وزيري إنه هو ما بقاش فيه زيارة فردية لأي حد يجي قبط على المصنع ويخش ويعملك مخلفة ويمشي لا بقى فيه لجنة واللجنة دي بتيجي مع بعضها وتزور المصنع كلها وبتقولك لو فيها لها اشتراطات معينة سواء في الحريق في الصحة المهنية في 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 كل ده بيبقى ده مصنع مخالف إنه هو مصنع متعثرة بمعنى عدم القرارة المصنع اللي بيخالف ده وانه هو بيتعصر بعد كده لأنك انت ممكن تغلقه أو تعبير له قضية ولو عملت له قضية وعنده غرمة فهو حيفضل إنه بعد كده المصنع ده ممكن ليه ما يقفله؟ ليه ما يأجره هيأجره لحد تاني ولو أجره لحد تاني ممكن ما يستغلوش تماما أو يعملوا مخزن وبالتالي عدد المصانع دي يجب إنه إحنا نصنفها ونشوف كل حالة على حدة وإحنا عندنا الحقيقة مكاتب استشارية كتير جدا يعني ممكن اللي مشكلته مشكلة مالية يتدرس ونشوف إزاي نعمل له قعدة هيكلة يمكن عنده عمالة زيادة وهو ما عندوش تكنولوجيا وهكذا من هنا جاء فاكرة عدم غلق أي منشاءة صناعية إلا بموافقة أو بقرار مباشر منها بريس منكس الوزراء ووزير الصناع بمعنى إنه كان يمكن لموظف عادي إنه يقفل مصنع ما هو بيقفله لإنه بيقول المصنع ده مخالف فبيوقفوا عن إنتاج عملته بقالاته مكنه كل حاجة فهو إقتال المستسبر يعني بيبقى حساس جدا من الناحية دي وهو عاودت إنه بيشتغل فبيوقفوا عن المستسبر